برنا المحلية اكيد ان يكون عندنا رمز موجود على رئاسة الاتحاد الدولي دي حاجة مشرفة جدا حاجة رائعة لو كلمنا عالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليدة هنقعب نتكلم كتير جدا متواجد على رئاسة الاتحاد الدولي تقريبا ما يخرب عن عشرين سنة داخل الاتحاد الدولي كمان عن انجازات لو كلمنا عن انجازاتهم على الاتحاد المصري لكرة اليد هنتكلم كتير جدا 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 اكيد التكريم النهاردة من اللجنة الاولمبية للدكتور حسن مصطفى اكيد ده كان تكريم مهم جدا وكمان ان يكون التكريم تحت رعاية رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي اكيد دي حاجة مشرفة جدا فعلا دكتور حسن مصطفى رمز وقيمة وقامة وحاجة كبيرة جدا في المجتمع الدولي الرياضي عنصر مهم جدا في هذا المجتمع واكيد هو دي حاجة بتشرفنا كلنا بتشرف بلدنا ان رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على مدار عشرين سنة في التاريخ كرة اليد متواجد على رئاسة الاتحاد الدولي وكمان طور الكرة اليد بشكل كبير جدا عن سابق عن زمان عن كرة اليد القديمة لها هي كالثمانيات والتسعينات لقابه بشكل النهاردة كرة اليد بتروح بتطور كبير جدا بتتكلم عن الارقام بس عالية جدا بس حاجات كتيرة جدا قدر يطورها داخل منظومة كرة اليد اكيد لازم يكون التكريم النهاردة تكريم النهاردة مع اللجنة الولمبية في احد فنادق مصر الجديدة وكمان في وجود الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واكيد ده تكريم كان تكريم مهم جدا ودائما وابدا كل ما هنكرم قادتنا ويعني خامتنا اكيد ده شيء مهم جدا عشان الولاد الصغيرة يتفرجوا على القدوة الكبيرة المتواجدة في المحفل الدولي اليد